ترسيخاً لنهج القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية اختتمت فعاليات أعمال الدورة التدريبية الثانية في مجال التنمية المحلية واللا مركزية للكوادر المحلية الإفريقية نظمت الدورة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية داخل وزارة الخارجية بمشاركة 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الإفريقية في مجال التنمية المحلية واللا مركزية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والتي عقدت على مدار عشرة أيام الدورة تم فيها شرح كافة الموضوعات التي يمكن أن يكون لها امتداد دولة مصرية لامتداد الأفريقية احنا غالباً في المنسبة للمحافظات والمدن والمحليات العمل فيها هو تقريباً متشابه وكافة الصعوبات اللي احنا بنقابلها واحدة لأن احنا بنعتبر أن التنمية المحلية أو التنمية عمل المحلي هو أول مصد مصد المشكلة أو أي مشكلة كانت أو أزمة أو كرس فبالتالي المحليات هي الأساس في المواجهة الأساسية المتدربين استفادوا جداً من وجودهم هنا في القاهرة علشان زاروا أماكن كتيرة جداً أهمها العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي مشروع مصر بتفخر طبعاً يعني بشدة أنها قامت به كلمنا معهم على إدارة المخلفات الصلبة إدارة سلاسل الغذاء ووقف الهدر في الغذاء كلمنا معهم على الأدوار اللي ممكن تقوم بها وزارات التنمية المحلية في دولهم لرفاهة المواطن الأفريق أخذوا كل حاجة تخص الممارسات المسلة والتجارب المسلة المصرية تجربة المصرية في حياة كريمة في تطوير الريف المصري في تنمية سعيد مصر في إدارة المخلفات الصلبة في التنمية العمرانية والبناء والحوكمة العمران في التطوير الإداري وتطوير التكنولوجي كل التجارب الجيدة الحقيقة لمصر عملتها بتتحى دائماً للكوادر الأفريقية وأشقان الأفرقة زائد أن كان عندهم يوم أو أكتر كمان للتجوال في المناطق السياحية والأسرية رحوا مطحف الحضارة بعض الأماكن التي تظهر حضارة وتاريخ الدولة المصرية الدورة التدريبية أتحت الفرصة للكوادر الأفريقية لدراسة التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في إطار رؤية 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري بما في ذلك العديد من المبادرات المصرية التي يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة وبما يسرع من وطيرة تحقيق أهداف رؤية مصر إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة والله دورة مهمة جداً ورأينا تجارب مصرية تجارب ناجحة كثيرة تعلمنا كثيراً وأريد أن أشكر الوزارة التنمية المحلية والمركزية أنا كمشارك في هذه الدورة للكوادر التنمية المحلية الأفريقية هنا استفدنا أشياء كثيرة جداً الكثير والكثير من غبر الخبراء والمختصين والمسؤولين في وزارة التنمية المحلية المصرية يعمل الأشقاء الأفريق بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المصرية من أجل تحقيق رفاية الشعوب ولتنعم القرى السمراء بالازدهار المبنية على النمو الشامل والتنمية المتكاملة وأن تكون أفريقيا قرى متكاملة اقتصادياً تعتمد على رؤية الأفريقية الشاملة للنهضة في ظل المتغيرات العالمية والمواثق الأممية وذلك بسواعد أبنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة أحمد الحسيني التلفزيون المصرية